لماذا خلقنا ربنا؟ لماذا أرسلنا ربنا؟ كثير من الناس اليوم يحتاج إلى نصيحة إلى واحد أن يذكره بربه بخالقه برازقه برب البرية برب البشرية برب الناس أجمعين ولكن هيها تهيها هيها تهيها مع البسب الشديد وهذا لأن الأمر كله بيد الله تعالى كما قال تعالى ليس لك في الأمر شيء أو يتوب عليه أو يرذبهم burada bu ayet indiği zaman bu ayet indiği zaman işte يا فاطمة يا بنت محمد يا صفيية يا عباد يرد لا أغني أنكم من الله شيئة kendi kulun görevinizi kendiniz yapın babanızın torpil yani peygamberlerine güvenme ben size şefaat edemem Allah izin vermez yani öz kusura burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edemiyor torpil edemiyor adam diyor ki benim şeyhim cennete girdiği zaman beni hemen cennetine koyacak bu ayet indiği zaman وأصح لنا آخرتنا التي إليها معازنا واجعل الحياة ديادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ارحمنا فوض الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض يا رب العالمين ربنا لا تآخذنا الناسين أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حمنته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فاصلنا على قوم الجافرين